عبدالله الهشام من سلطنة عمان عنوان القصيدة ضادية لمقام النبي قصرت قواف المدح فيك لكي ترضى فلم أشتهي نوما ولم أذق الغمضى كعابر طيف في سمائي تمره إذا أبصرت عيناي من حسنه وامضى فهل كنت إلا مستهاما بحبه وحد الهوى في كل زاوية أمضى وهل كنت إلا كالصغير يشوقه إليه حنين بالصبابة قد أفضى شكرا أستاذ عبدالله أنا أجيز النص مرحبا عبدالله الهشام أهلا وسهلا دكتور أرحبا قصرت قواف المدح فيك لكي ترضى فلم أشتهي نوما ولم أذق الغمضى كيف تكون عابر طيف عابر طيف هي صورة أو خيال لصورة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في العقل أو في الذاكرة بسماء تمره إذا أبصرت عيناي من حسنه وامضى جميل أنا أيضا أجيز هذا النص وأتمنى لك التوفيق بارك الله فيكم أحسن أنا أجيز النص بارك الله فيكم فالنص مجاز بالإجمع